هذا وقد أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن المملكة العربية السعودية قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وطلبت من البعثات الدبلوماسية الإيرانية في المملكة مغادرة أراضيها خلال 48 ساعة يأتي ذلك على إثر الاعتداءات السافرة على سفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مشهد حيث أكد العادل الجبير أن الاعتداء على السفارة والقنصلية السعوديتان في إيران شكل انتهاكا صارخا بالمواثيق والاتفاقية الدولية مشيرا إلى هذه الاعتداءات جاءت بعد تصريحات النظام الإيراني عدوانية والتي شكلت تحريضا واضحا على الاعتداء على البعثات الدبلوماسية بهذا الصدد أشار الجبير إلى أن إيران تحمل سجلا طويلا من الانتهاكات بحق البعثات الدبلوماسية ومنها احتلال السفارة الأمريكية والاعتداء على السفارة البريطانية سابقا كما أكد الجبير أن إيران لها تاريخ طويل من التدخلات العدوانية تجاه دول المنطقة ودعم الإرهاب حيث وفرت ملاذا آمنا لقيادات تنظيم القاعدة منذ عام 2001 كما آوت بعض الذين قاموا بتفجيرات الخبر في المملكة العربية السعودية وقال إن النظام الإيراني يقوم بتهريب الأسلحة والمتفجرات إلى دول المنطقة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار ولشر الدمار والخراب إن هذا الاعتداء أو توسيع في المنطقة العلسية تشكل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية كما أن هذه الاعتداءات تأتي بعد تصريحات نظام إيران العدوانية إن هذه الاعتداءات تعتبر استمرارا لسياسة النظام الإيراني العدوانية في المنطقة التي تهدف إلى زعزعة أمنها وأستقرارها وإشاعة الفتن والحروب بها وقتل الأرواح البريئة والمملكة في ظل هذه الحقائق تعلن عن علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وتطلب مغادرة جميع أفراد البعثة الدبلوماسية الإيرانية السفارة القنصلية المكاتب التابعة لها خلال 48 ساعة وقد تم استدعاء السفير الإيراني لإبلاغه في ذلك وفيما خلجت من إيران تصريحات عدوانية تجاه أحكام القصاص التي نفذت بحق مدانين بالإرهاب في السعودية فقد أكد المقرر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد في 28 أكتوبر الماضي أكد أن السلطات الإيرانية تعد مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السكان المقرر الخاص في الأمم المتحدة شدد أيضا على أن معظم أحكام الإعدام في إيران تنتهك القوانين الدولية إيران، الدولة الأكثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم حيث شهدت أرقاما غير مسبوقة من أحكام الإعدام بحسب المنظمات الحقوقية الدولية التي بدورها وصفت الوضع الإنساني في إيران بالسيئ جدا فقد نددت الأمم المتحدة في الأول من ديسمبر من عام 2014 في قرار لها بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران لاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام المقرر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شاهد ذكر في تقرير الجمعية العامة بالأمم المتحدة أن إيران تعدم مواطنيها أكثر من أي بلد آخر في العالم وأن حالات الإعدام قد تزايدت منذ عام 2005 حيث بلغت على دحالات الإعدام في عام 2014 سبعمائة وثلاثة وأربعين شخصا على الأقل وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف ما تقر به سلطات الإيرانية بينما تجاوزت حالات الإعدام عام 2015 ألف شخص وهو ما يعني أن إيران تنفذ أكثر من ثلاثة إعدامات يوميا وكشفت الهيئة والمنظمات الحقوقية والدولية أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام دون قيد أو شرط وفي جميع الأحكام السياسية بشكل خاص وتفرض دائما من قبل المحاكم التي تفتقر للاستقلال والحياد ويتم توقيعها إما على جرائم غامطة الصياغة أو فطفاضة وذلك وفقا لتعبير تلك المؤسسات الدولية وأشرت عدد من الهيئة والمنظمات الحقوقية والدولية إلى أن عدد من أحكام الإعدام تفرض إما لمخالفات غير واضحة أو لتصرفات ما كان يجب أن تعتبر من الجرائم أصلا وأضافت أن المتهمين في المحاكم يحرمون من حق توكيل محامين يدافعون عنهم كما تفتقر المحاكم للإجراءات المطلوبة فيما يختص بالاستئناف والعفو وتخفيف الأحكام بينما لا يتم إخبار المتهمين بتنفيذ هذه الأحكام فيهم إلا قبل ساعات قليلة من تنفيذها وأما أسر المعدومين فلا يتم إعلامهم بمصير أبنائهم إلا بعد مرور أيام أو أسابيع